للآخرين من واجب ومطلوب شرعاً وعقلاً واجتماعياً الناس تطلبه لكن الشكر للإنسان الذي يفعل المعروف وصنايع المعروف في الناس ليس يطلب هذا الشكر من الناس وإنما يريده ماذا؟ وجه الله سبحانه وتعالى فكل ما عملته ابتغي به وجه الله وأبشر بالخير خل عملك كل موجه لمن؟ لله سبحانه وتعالى ورد الله سبحانه وتعالى ولا شك أن أعظم ما في هذه الدنيا كتاب ربنا جل وعلا ويأمرنا بماذا؟ بالشكر بشكر الله سبحانه وتعالى وبشكر الآخرين وبشكر من أسدالك معروفاً لكن الشكر أنت لا تحمل نفسك على أنه إذا لم تشكر لن تعطي إذا لم تشكر لن تشكر لا أنت خلك تشكر لمن؟ لله جل وعلا من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل رضا الله سبحانه وتعالى وهذا هو المطلوب لا شك أن القدوة الأولى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة فهو قدوة أفعاله وأعماله وكلها منارات وطرق نهتدي بها يجب أن نركز عليها ونهتدي بها ونبلغها للأمة لمن لا يعلمها أو كثير من الناس لا يعلموا هذه السيرة ورسول صلى الله عليه وسلم سيرته مضيئة نور على نور تنير القلوب تنير الأنفس تنير الفكر ليس بعدها نور إلا القرآن جل كلامنا ربنا جل وعلا هذه من الأمور التي يجب أن نسعى إليها ونشكر الله عليها ونشكر الناس لا نبخل أيضا أكرم الناس بما تستطيع أكرم الناس بما تستطيع لا يمكن أن نقولك أكرمه بما لا تستطيع باستطاعتك بالكلمة الطيبة بالخلق الرفيع بالدلالة على الخير بالإنفاق بالإعطاء كلها أبواب للشكر والإنفاق ولتحبيب الناس بعضهم في بعض وهذا هو المطلوب لا شك أن تطرقنا في مجلسنا إلى كثير من الأمور الرسول صلى الله عليه وسلم من رأفته بالجار لما علم أن ذلك الصبي اليهودي الذي كان يخدم الرسول مريض في بيت أبيه لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بجلالة قدره وعظمته ذهب لمن يزور هذا العام الذي كان يشغل عنده وهو صغير ليس بكبير وهو أيضا ليس على عقدة الإسلام كافر يهودي فزاره وهو مريض وقال لما رأى أنه في النزع في نزع الروح قال له قل لا إله إلا الله وأني رسول الله فنظر الصبي إلى من إلى أبيه إلى من يأمره أو ينهى فأشار عليه أطع أطع أبا القاسم هذا الأب وهو يهودي في العصبية أو في الرحى لن يكون هذا قالها ماذا لأنه يرى الموت في إبنه ويريد أن ينقذ الرسول صلى الله عليه وسلم لما هذا الصبي تشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قبض الله روحه ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم ما هو الإجابة الحمد لله الذي أنقذه بي من ماذا من النار وهذا اللي نحن نسعى إليه نسعى دائما كل ما تقدم للناس لأن تنقذهم فأبشر بالخير أنقذهم في جميع أمورهم إذا رأيت إنسانا عنده خلل في صلاته اجلس معه لوحدك وبالسر لا تفضحه وبلغه بما لديك إنسانا عنده طياش وعدم رأفه ورحمه وقسوة على الآخرين انصحه برفق وليل حتى يقبل منك وهذه هي حياتنا المسلم يجب أن يكون في خدمة المسلمين يجب في خدمتهم وطاعتهم وبذل الجهد لهم لأنه يحب ذلك ألا تحب أن يكون لك مثل هذا عند الناس أيضا قدمه للناس حتى يرجع إليك هذا الأمر وصل الله على النبي بالكلمة الطيبة السلام بالكلمة الطيبة الشاعر اللي ترجمة نانسي قنقر